شهر رمضان شهر رمضان لدى المصريين له أهمية كبيرة جدا هذا الشهر استطاع من خلاله المصريين أنهم يتغلبوا على كل مشاكلهم أي أن كانت هذه المشاكل التي تواجههم كانت مشاكل اقتصادية متعلقة بالغلاء كانت مشاكل سياسية كانت مشاكل اجتماعية كانت مشاكل مثل التي نمر بها في هذه اللحظة تتعلق بأوباء وبعض الأمراض إنما كان رمضانا كفيلا بأن يزيل كل المصاعب التي تتعلق بهذه الحالة المصريون ينتظرون رمضان بفارغ الصبر كما نقول لكي يتغلبوا على كل مثل هذه المشاكل هذه العلاقة الفريدة التي بين المصريين ورمضان والتي جعلته شهرا مصريا بامتياز هي ما تجعلنا نتحدث اليوم كيف عاش المصريون رمضان عبر تاريخهم عبر السنوات الماضية هل كان هناك جديدا كيف كانت مشاكلهم خلال السنوات الماضية في هذا البرنامج وأنا معكم وأسعد أن نغوص أو أن نعود لنرى كيف كان المصريون يعيشون رمضان قبل مائة عام هل كان ما يشغلهم هناك من المشاكل هي نفس المشاكل الموجودة في هذه اللحظة هل هناك مشاكل متغيرة ما الذي حسم وما الذي لم يحسم هذه المشكلات كلها نحاول أن نتعرف منها كيف كان رمضانا مؤسرا على المصريين سواء قبل مائة عام أو عبر السنوات المختلفة أي من هذه القضايا ما زال معنا هذه اللحظة أي من القضايا استطعنا أن نحسمه أتصور جميعا أننا ربما لدينا شغف كبير بأن نعرف كيف عاش أجدادنا كيف عاش أجدادنا رمضان كيف استطاعوا أن يتغلبوا على مشاكلهم أن هذا البرنامج وأنا أسعد بأن أكون معكم عبر شهر رمضان الكريم سنرجع بآلة التاريخ لنغوص ونقوم برحلة تاريخية لنرى كيف عاش المصريون كيف كان رمضان في مصر وكيف كان المصريون في رمضان في اليوم الأول من شهر رمضان سنة 1920 كان يوم الأربع هذا اليوم كان موافق 19 مايو سنة 1920 الأول من رمضان بطبيعة الحال عام 1338 هجرية هذا الشهر طبعا وهذا اليوم الأول في رمضان كان الخبر المسيطر أو الهم الأساسي لكل المصريين في هذه اللحظة هو المتعلق بهلال رمضان المصريون كما كانوا قبل مات عام وكما نحن الآن ننتظر رؤية هلال رمضان لنتحقق من أن الشهر الكريم كانت حل هذه الرؤية كان لها تقاليد معروفة في مصر المصريون كانوا ينظمون احتفالات مهيبة وكبيرة جدا لاستقبال هلال رمضان هذا الهلال كان في الغالب قبل عام 1920 يرى عن طريق قضاة المحكمة الشرعية كل قاضي ينظر وكيف يرى الهلال ثم يبلغ القاضي الأساسي في المحكمة الشرعية ثم يقوم هذا القاضي بإبلاغ النتيجة إلى عموم القطر المصري في عام 1920 قرر المحافظ أنه يتبع فكرة جديدة لإعلام المصريين خاصة وأنه كان يدرك جيدا كيف ينتظر المصريون سماع خبر حلول شهر رمضان قام المحافظ بأنه فورا يدلي أو يعني يقول كل القضاة الشرعيين أن الرؤية قد ثبتت فأمر بأن تنار جميع المآزن في المساجد ومن ثم يعرف كل المصريون في كل مكان أن الشهر الفضيل قد دخل ويقوم بالاحتفالات وشيء من هذا القبيل لماذا كل ذلك كان يحدث الرؤية الشرعية كانت موجودة قبل 100 عام وما زالت موجودة حتى هذه اللحظة بينما نحن الآن ورغم كل التقدم العلمي مازلنا ننتظر وبشغف أن يخرج علينا فضيلة مفتي الديار المصرية لقاء يقول أن هلال شهر رمضان قد ثبت وأنه قد تمت رؤيته وأن اليوم المحدد هو أول أيام شهر رمضان رغم أن كل الحسابات الفلكية تقول وكان قبل ذلك وفي مئة عام أيضا موجود كان هناك التليسكوب وكان يمكن إعلام المصريين بشكل أو بآخر أن الشهر الفضيل قد دخل ولكن المصريون في طريقة عبقرية مازالوا يجمعون بين ربما نقول إذا جاز التعبير الأصالة والمعاصرة أن نحتفظ بكل تقاليدنا سواء في رؤية الهلال ومع العلم ولا يتخصم ذلك مع العلم بأي حال من الأحوال ولكننا في كل الأحوال ننتظر أن يخرج مفتي الديار المصرية ليقول أن الهلال قد ثبت هذا الوضع كان قائما قبل مئة عام ومازال مستمرا حتى هذه اللحظة وأتصور بأي حال من الأحوال أنه سيستمر مئة سنة وربما مئات من السنين في قابل الأيام إن شاء الله الحدث الثاني أو القضية الأساسية التي كانت الشغل الشاغل للمصريين ليس فقط في رمضان عام 1920 ولكن خلال عام 1920 كله وخلال عام 1919 منذ دولاع سورة 19 كانت القضية التي يمكن أن نسميها القضية الوطنية أو قضية الاستقلال عن الاحتلال البريطاني وتحقيق مطالب أو أهداف سورة 19 هذه القضية كانت شغلا شغلا للمصريين وبالتالي كانت شغلا شغلا أيضا للصحافة ولكل الكتاب في أول من رمضان نشرت جريدة الأهرام خبرا متعلقا بلجنة ميلنر هذه اللجنة التي شكلت للتفاوض أو للتباحث حول موضوع الاستقلال الوطني مع الوفد المصري الذي تشكل لإدارة هذه المفاوضات هذه اللجنة عقدت كثير من الاجتماعات وكثير من المشاورات والمفاوضات وشيء من هذا القبيل إنما اللي يهمنا أننا نتوقف عنده في هذه اللحظة هو التعبير الأغلبية الصامتة أو حزب الكنبة هذا التعبير الذي سمعناه كثيرا في الفترة الماضية هذا التعبير نجد جزوره عام 1920 كان الهدف من طرح هذا الموضوع السيرون توماس حين طرح هذه الفكرة داخل مفاوضات هذه اللجنة كان يحاول أن يشق صف المصريين بين أغلبيته الكاسحة التي قدرها ساعتها بـ 12 مليون مصري بينما هناك أقلية كانت تقدر بحوالي مليون كما هو يقول لأن عدد سكان مصر كان في حدود 13 مليون هذه المحاولة لم تنجح بأي حال من الأحوال واستطاع الوفد المصري ومعه المصريون داعما له أن يحققوا أهداف صور التسعتاشر وأن ينالوا لاحقا الاستقلال عن الاحتلال البريطاني من الأخبار المهمة أيضا في عام 1920 أو يوم واحد رمضان 1920 أخبار ربما تهمنا في هذه اللحظة حتى نعرف تاريخ بعض الجهات وبعض الإجراءات التي الموجودة في هذه اللحظة كان لفت للنظر أنه في 1920 واحد رمضان أعلن عن أن مجلس الوزراء وافق على قرار بتأليف لجنة عشان تعمل إيه هذه اللجنة علشان تقرر أنها تضع نظام للسجلات العقارية في مصر هذه السجلات التي وضعت لمصر تاريخا عقاريا مهما جدا نحن نعتز به في هذه اللحظة كانت بدايته في 1920 أيضا من الأخبار المهمة خاصة أنها تتعلق بالحالة الاقتصادية ورغم أن الحالة الاقتصادية كانت صعبة وكانها نوكا غلاءا شديدا إلا أنه لفت للنظر أن الأهرام نشر تقرير منسوب إلى شركة الإسكندرية للوريدات هذه الشركة ورغم كل الصعوبات التي كانت موجودة في العالم في هذه الآونة إنما كان تقريرها يؤكد أن مصر في حالة جيدة للغاية وأن هذه الحالة الجيدة هي التي سمحت لمصر بأن تقدم كما قال هذا التقرير بأن تقدم الأرز الهندي والقهوة والشاي والأقمشة وكل مسلزمات لعدة دول هذه الدول كان من بينها سوريا كلها وفلسطين ولكن الأهم أنها أيضا قدمت هذه السلع إلى أزمير والأستانة وهذا فهم منه أن الوضع في مصر كان جيدا للغاية في هذه اللحظة وهو ما سمح لها أن تقوم بهذا الدور من الأخبار أيضا التي ربما تهمنا في هذه اللحظات كيف كان يعيش المصريين مما كان يشكوا المصريين في هذه اللحظة مع قدوم شهر رمضان ومع اليوم الأول من شهر رمضان كان هناك حيين في القاهرة وما زالوا موجودين حتى هذه اللحظة حيين تاريخيين كبار هما شبرة وبولاء هذين الحيين كانت سلطات الاحتلال البريطاني قد فرضت عليهم أحكاما عسكرية استثنائية قاسية جدا تدضمن خلق المقاهي وجميع المحلات وحظرا للتجول على كل المواطنين في هذين الحيين بسبب أنه كانت هناك حالات للاعتداء في هذين الحيين على الضباط والجنود البريطانيين ومن ثم فرضت عليهم أحكام استثنائية في هذه اللحظة أرسل سكان هذين الحيين يطلبون من القائمين على الأمر وعلى سلطات البلاد أنهما يخففوا هذه الأحكام لأنه الوضع في أول يوم في رمضان يعني هيبقى صعب وشديد الصعوبة عليهم في هذه اللحظات فطلبوا بأن ترفع هذه الأحكام الاستثنائية ولو بشكل مؤقت أو على أقل خلال شهر رمضان من الشكاوى أيضا أنه بعض الموظفين في وزارة المعارف طلبوا أو طلبوا القائمين على التعليم من وزارة المعارف أنه يتساعدهم في أنهما يستبدلوا لبس أولادهم في المدارس حيث أنه كان فيه غلاء جامد جدا وغلاء الموظفين لا يستطيعون أنهما يجيبوا لأولادهم اللبس الإفرنجي أو اللبس المعتاد لهذه المدارس فطلبوا في هذه اللحظات أنه يستبدل هذه الملابس بالجلاليب بحيث أن الطلبة أو أن أولاد الأمور يقدروا يشتروا هذه الملابس لأولادهم أخيرا وقبل أن ننهي زيارتنا الأولى للشهر رمضان 1920 كان لافت للنظر وجود عدة إعلانات في الصحف المصرية لأدوية بتعالج كل حاجة أو يعني أنها بتعالج كل حاجة الصدع، البارد، البلهارسيا، السل وغيرها وكل هذه الشركات أو هذه الأنكب بتحط العنوان لشركة موجودة في فرنسا زي الإعلانة اللي حضرتكم شايفينه دلوقتي واللي كان اسمه اللاكتولاكسين هذا اللاكتولاكسين كان يقول أنه يعالج الإمساك ويعالج أمراض المعدة وأمراض الكبد والأمعاء وهو يصف الدواء بأنه في صورة بلبيع يتحدث عن أنه هذه البلبيع تشفي من كل شيء وبيقول أنه يمكن شراءه من الصيدلات المهمة طبعا ما قالش في فين موجودة الصيدلات المهمة إنما هو يعلن عن هذا الوهم الكبير اللي موجود أنه حبايا أو دواء معين يشفي من كل الأمراض ويعلن عنه أنك تشتريته ممكن تشفي من كل هذه الأمراض في هذه اللحظة طبعا كان بيستغل الحالة الاقتصادية السيئة لدى المصريين واللي لسه لحد هذه اللحظة اللي احنا موجودين فيها هذه الإعلانات متكسرة جدا وموجودة أنه كل الدواء أو كل حبايا أو كل إسبرينة ممكن تشفي من كل الأمراض أتصور أنه هذه عادة غير حميدة بالمرة كانت موجودة قبل مئة عام وظلت موجودة مع المصريين وما زالت موجودة في هذه اللحظة الجميع يبحث عن الشفاء ولكن بعيدا عن الطرق العلمية أتصور أن مثل هذا البحث لن يكون مفيدا وإلى هنا تنتهي زيارتنا الأولى إلى رمضان عام 1920 ألقاكم في اليوم الثاني من رمضان إن شاء الله اشتركوا في القناة